بسم الله الرحمن الرحيم لو حابب تستعمل طبعا تطبيق الفيسبوك تطبيق الرسمي بتاع الاندرويد بتلاحظ هنا انت وبتصفح في الصفحة بتاعتك انت وبتتفرج على الفيديوهات هنا لا تعرفش تحملها تطبيق نفسه ما فوش امكانية للتحميل طبعا في ناس كتير بتحل القصة دي بان هو بينزل تطبيق تاني وبيتصفح الفيسبوك بتاعه من خلال التطبيق التاني والتطبيق التاني ده اللي بيسمح له بالتنزيل مشكلة القصة دي انك انت بتدي خصيتك للتطبيق التاني ده بتسمح له بان هو يحفظ الباسورد بتاعك وان يدخل على الصفحة بتاعتك وده نوع شوية ان هو ايه مش سكيور القصة دي او مش امان القصة انك انت تعمل الكلام ده من خلال تطبيق تاني طيب ايه الطريقة الاسهل في الكلام ده الطريقة الاسهل انك انت مثلا بتتصفح من خلال التطبيق بتاعك بتاع الفيسبوك مثلا فيديو زي ده عجبة وانت عايز تنزله فبتيجي هنا بتوجف على الفيديو ولا يكون نشوف فيديو تاني اي فيديو او او في واحد مصر يسمى الفيديو ده هتوقف عليه هنا وهتدوس حفظ روعت القصة دي انك انت هتقعد تتفرج على الفيديوهات بتاعك الفيديو ده عجبك الفيديو ده عجبك الفيديو ده عجبك الفيديو ده عجبك هكذا فانت هتعمل حفظ لي الفيديوهات اللي انت عايزها هتطلع من التطبيق خالص وتطلع وتفتح التطبيق الاوبرا مينيو او اي تطبيق متصفح تاني اي تطبيق متصفح سواء جوجل كروم او اوبرا مينيو و هتدخل على الفيسبوك من هنا هتدخل على الصفحة بتاعتك طبعا من خلال المتصفح ده هتروح هنا على الجنب هتلاقي خيار اسمه سيفد الحاجات اللي انت حفظتها هادي السيف ده هي هادي الفيديوهات اللي انت حفظتها هاي بتقف على الفيديو بتاعك وبتعمله تشغيل بتبص تلاقي هنا علامة التنزيل ظهرت هنا بتعمل تنزيل الفيديو بتاعك ده و اي بيبقي محفوظ عندك على الجهاز طبعا ميزة الطريقة دي انك انت مش محتاج انك انت تستعمل تطبيقات تاني و كمان انت بتستعمل التطبيق الرسمي بتاع الفيسبوك وتقعد تصفح خلال السيشن بتاعك حفظت حفظ للفيديوهات اللي انت عايز تنزيلها بتروح بعديها لأي متصفح تاني سواء الجوجل كروم او الوبرامينيو انا بفضل الوبرامينيو عن الجوجل كروم عشان علامة التنزيل بتبقى ظاهرة فيه وسهلة وبسيطة بتدوس علي الفيديو بتنزله بتروح على الفيديوهات التانية اللي انت حفظتها وهكذا ادي كل اللي انت الفيديوهات اللي انت حفظتها بتدوس على الفيديو اللي انت عايزه وبتعمله تنزيل وبكده تبقى نزلت الفيديوهات اللي انت عايزها من غير تطبيقات تاني او اضافية اشتركوا في القناة